موسيقى مشاهدين مساء الخير عليكم مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا سعيدة بلقائكم وسعيدة بالتواصل معكم ومرة اخرى كنتم نبليكم مع واشر مباركة مسعودة اكيد انه خلال شهر رمضان كلنا تتبعنا الدراما المغربية وابرز عمل ربما اللي كان حاضر هو المسسل ديال ابنة العساس شخصيا اللي كانت بارزة بشكل كبير واللي طرحات سؤال اجتماعي واش باقي هاتش شخصية ولا لا واش كين ناس في المجتمع المغربي اليوم اللي عاشوا نفس القصة ديال ابنة العساس والقاو عزيزي الطيب اللي يقدر انه يحميهم ويقدر انه يدي المجهود عليهم ويأسس اسرة انطلاقا من علاقتوا بهم اسئلة كتير الطرحات حول الطيبوبة حول الرجولة حول مجموعة من الامور اللي خلقات واحد الجدل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي واللي خلات انه يكون تركيز بشكل كبير على هذا العمل الدرامي لهذا الغرض اليوم حاضر معنا ومشرفنا عزيزي طيب في طبيعة الحال ممثل بدري منصور حاضر معنا ومشرفنا مرحبا بك بارك الله فيك وشتن شكركم على الاستضافة الجميلة عواشر مبروكة الله يبارك فيك و الله يجعل مباركة مسعودة للمغاربة في مكانه من طنجر القويرة وكذلك حتى خارج المغرب لا لا يخدك بداية نقبل ما اطرح السؤال شنو قدم منك هذا العمل هذا على المستوى الشخصي لانه تقمو الشخصية هيكون قدم منك شي حاجة عشي شي حاجة اللي استثنائية من تجرب والصراحة شخصية ما ما خدتش مني نقدر نقولك انا لي خديت منها انا لي السفت من عزيزي الطيب في حقيقة لانا في قفياش يحويش اللي ما كان نردش لهم بال وانا اما بخصوص العطاء انا هديك خدمتي يعني يعني كالغافة متعادية لي انني كنصور اي شخصية كانت انما عزيزي الطيب انا في حقيقة هو اللي يعطاني نقدر نقوله درس في الحياة منها غدي نمشي لسؤالي علاش الناس كيقلبوا على شخصية ديال طيب وكيقلوا بلي ما بقعت في المشامع المغربي ديوم ما قدراش نقوله بان ما بقعت هي كان نظن عزيزي الطيب وهذه شخصية هذه بحلات شخصية ما زال كينا غير انما هو ما تنردش لها البل لان احنا يا دبا تعودنا على اننا اولا كان بحكم التطور والغيزوسوسيو والتليفونات والتصاور والليماج اللي ما جولتك تحكم دبا تقام بقوزات بواحد الشكل كبير بحيث دبا انا كان نتشوفو والله دبا المظهر غاطي على مغطي على على الجوهر وعزيزي الطيب انه هو كشخص ما تعوليش عليه انتير الانتباه ديالك برسك هو انسان طيب وداخل سوق راسه وتقدري تلقيه في الوقت اللي غا تحتاج الى ما حتاجه تلقيه دونك راكيين طيبين بزاف ضايرين بينها هيرا مثلا نردش لهم البال علاش محد لبا في العائلة مثلا اخويا طيب انا ما عطيش لوقت كان جيكا نسلم عليه ونعنقه ونقول لك دير كي ديز نهارك كل شي بخير نزل تليفونين مشي يمكن لك نزيد الراسي فرصة انه نزيد نتحاور معاه هاد يقدر نكتشفو حد الانسان طيب عايش معا يفضل ومرتيش لهبل كذلك شي صادق كذلك شي واحد في العائلة شي اب شي اخت شي جد يعني تطور خدانا خرجنا من العائلة نبقاش داك التواصل الناس كانوا يمشوا عند الحباب كانوا الناس كانوا يزوروا والديهم ناس كانوا يدوزوا يطلع لهم ناس كانوا يدوزوا يباركوا دابوا له تليفون عن بعد قد قالوا سابة تفكرتك بها تنسوا الفيك را شخبارك سيبالا ممشوث سانهو غوم كلاسات الجامية ذاك له كونتاكت فزيك و ذاك الزيوضان لزيون هدروه وتحسب حيث هو مشاعر. أصدقل قلوب المغاربة بالمشاعر. إنسان طيب يريد أن يقايم بالواجيب حريص. يعني مالغ غيدي كيف كانوا يقولون في غيزودي لا يريد أن يموت. لا لا يريد أن يريد أن يريد أن يريد أن يريد أن يريد أن يكون طيب. يعني هذه الجملة تحرك منظور جديد في التفكير من المغاربة. سواء رجال أو ذكر لأنني أظهر على أشخاصية طيب. أنا ليس مثل رجل. أنا لا أريد أن يكون أشخاصية طيب. أهتيارا، تعامل، موادّة، واجيب، تقارب، كلام لطيف، كلام زوين، كلام نبيل. ولكن هذا ما يوجد حيث لا يريد أن يكون قرد. لأنه قبل أن لم يكن أتلاحين عن خامن. كانت لديك خامن والخدمة، خامن والمدراسة. هذا لديك كثيراً. هذا ذلك، لن تكون خامن. إذا ما تقريبه. أنت لقاء من الجريبتك منصور، أنت متزوج 3 ديال مرات ونفصلتي، في نظرك، عليها إزمة في العلاقة جديد من أزواج؟ الأزواج أو لدينا مشكلة، وانا كان نشوف الزواج هي حاجة ليه كيس قدر تأتي وتمشي يمكن المسهول الذي أكون أقل، أحياناً نقاش رؤية الناس عيشها بدأتها أن تصبر على بعضهم، لا يمكن أن يأخذ القرار وإخذ القرار ومن بعد كي الناس لكي يريد أن يعيش تجربة مرة ووجوجة وثلاثة ومعدي مشكلة كي يريد أن يكون لدينا هذا الأزمة في العلاقات؟ لماذا نرى باللحنية لا يمكن أن نكونوا بعدياتنا لا يمكن أن نكملوا بعدياتنا ولماذا نصبروا على أخطاء بعدياتنا؟ أنا أعتقد أن السبب الرئيسي سيكون في النية أنا أريد أن أتجوز وأنتي أريد أن أتجوزي هدفنا ليس بحل بحل إذا كان أنا نية ديالي نجوج باش ندير الوليدات أنتي نية ديالك جوجي باش تدير المحل وتستقرير الفلوس وخصو يكون عنده واحد هو نية ديال الجواج كينا ولكن الأهداف معناش بحل بحل هذا هو اللي خلال شوياتي يخرج على لأن من بعد كيتبال الحقيقة كيترزوق كيترزوق أنا أريد أن أتجوزي لأنه من الماضي الذي يحصل لك من أحد الماضي لله الماضي للسلسة ومع ذلك الماضي والسلسة التي تتعامل مع المرأة ومع المرأة التي تتعامل ونحن لا يوجد أيضاً أختيار أخياركم وهذا هو وضع الكثير وهذا هو وضع الكثير أو تحرير من المفوم؟ لكن اختيار بزاف لان بحكم ان انا مش حالة لي باش تهدر مع البنت مثلا 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 انا قررت نخرج نهدر مع ابنت اخسك الدور الدار بيضاء باش تلقى شي وحده لتناسبك مثلا يعني ماشي بحالة بفلغيزيو سوسيو المغرب كله عندك في التليفون يعني هذا تكتر من تصادمات تكتروا التنوبيلات او كسيدات بزاف قبل ما كانش كسيدة بزاف كانوا تقلوا كانوا تصغوا مزيان لا لا التنوبيلات اللي ما كانوش كتر دونك الحواديث تكترات مع الكترة ولينا كانت لقاوه بزاف ومعدناش نفس الاغراض معدناش نفس الوجيكتيف دونك عالم افتراضي تأمبوزه علينا وخلنا ننتدخله مع بضياتنا قبل تقول مني كان بغين نتجوج الوليدة تشوفه لي اشي واحد سلينا موضوع هيا كتقلب تتجيبليك بمرأة فلان كتشوفيها العائلة كتدخل عند العائلة اللي ولا كتتقلموش عندكم البنت يعني أسوس ذاك شي مبني على شي حاجة صحيحة ماشي بحال بونجور سبا كم تتابل تفا كو دن la vie سبا اذا انا بسوار ان كافي ستنترس مانترس اوكي سي مانترس تكالعالله هذا شيء تتفا تتفا دي فو دن la journée ماشي بحال قبل تقدير بحال بحال فورصة تجيك مثلا مرة في العام مرة في خمس سنين تجيك فورصة مرة هذا مسألة في صالح العلاقات ولا ضد العلاقات يعني هذا المسألة هذه إلا ديفلوبي النفاق الاجتماعي لانا ما يمكنش شيء واحد يعني في العام في في الانترنت ويوجد شيء دابا دي اللي 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 بكترة كين واحد لدي تصويرها ماشي تصويرتو اصلا الهضرة دياله ماشي هضرة دياله اصلا المعلومات اللي حات ماشي معلومات دياله اصلا يعني بادية هي عوجة من اللوول باغي باغي سيدوي ولا سيدكسي ماجي بلا إماج اللي حات ماجي بلايز اينفورميشوا ماجي بواحد الخيال اللي وعنده هوا مكون واحد الاماج اللي ما كينيه وباغي يسيدوي هذيك المرات تشوف هذك شلية حاته اللي ماشي هو الاصل وتي يدخل في واحد الدوامة اللي معنده لحل نهائيين وتي يقول لك اه جوجي دياله ماشدقش هوا من اللول بادين مخارج ملخي مع وجه هذك طاح منصور من هالشي غادي نمشي الواحد من قيطة اللي كتخص العالم الفتراضي ربما كنتنا كنتكلمو على الفيغتوية اليوم وصباح متحكم فينا كتر من الواقع فانطلاقا من شخصك هالدجال اللي طارت على شخصية ديال السيطيب وعلى منصور بدري ومجموعة من الأمور يعني وفيديوهات اللي تلاحت المنصور في حياته الخاصة في حياته العادية وما بين مؤيد ومعارض ما بين كلام هكذا وهكذا انت كيفاش كتشوف هاد الجانب هاده واشكشوف بللي هاد الحملة هاده خدماتك او انه غدا ضدك او انه وبيلش عنا من نعراض اصداع كامل حنا اللي يدخلو فضل النقاشات وفهاد السراعات مع الناس السراحة لتهموني باتاتا نزع ما اوه يبغى يقول شي حاجة يقولها ما اكينش المشكلة يبغى تكتر ناطيه ما غا تجاوبو مشعلاتي لا ما عندي من جاوبنا حياتي يعني تندير مني كندير رياضة كندير لي انا مني كنمتل كنمتل لي اوه يبغى تفرجوا وانه مني يدخلو الفرجة ل الناس يتفرجوا وهم يعندو مرأيه آخر كلي غا تعجبوك وكلي ما غا تعجبوش وهذا بي ممكن ش لي انتحكم فيه اوه كاي بدعو يعني اوه جابوا تصاور عندهم مثالا اكتر من 8 سنين هاده الزوجة ديال فلان هذا كل واحد عنده اهداف في الحياة دياله يريد انتباه بطريقة انتباه بطريقة كل شي يجوز مهم هو انتباه ديال الناس المهم هو البوز المهم هو هذا البوز هذا انتباه بطريقة سعية جديدة بطريقة مودرنة لا تعمل معلومة مهمة ويريد ان الناس يتابعوك ويريد ان تأخذ الناس يمكن ان يكون الفلوس انا جنسي مين بس يغب ان يأخذ الفلوس في هذا الشيء لا يوجد مشكلة كل واحد حرف هذا الشيء الذي يفعله والله يكمل الله يزيد سير قوله الذي يريده انتبا عندك مشكله سيزيدهم انا ما كان انا كان انا تهمني ذلك كان دير انا شخصيا انا مثلت ودرت العليا كانت منى يكون عيش بكم انا كان اندير السباحة كان قابل والدات يملك يجوا عندي النار الحاد كان يعطي اهمية الوالدين ديالي على اتيصال دائم مع أخوتي كان حاول نكون انا مرتاح في القوقعه ديالي هذا الشيء عمره ما غيوصلني وغالبا عمر لي ما غانجاوبه وصلت انا لواحد المرحلة الي انا من كن دابا بعد اني دوزت مراحي الخيبة في الحياة ديالي انا من نوعتي اناليزي وكي استافد يعني كان من اخيب واحد في مضاربة في الزنقة اللي البوليس المينوت الدم ودك شي انا عندي اتشي دوازته دابا تقدر تعيرني قدر ندحك لي كون شكرك حيث فهمت بزال الحواج اجوبتك هي صريحة ولكن هي شوية غريبة على فنان يعني انت بني سبالك انك تقول ما عنديش مشكل ما ديران جيتنيش هاد المسألة هادي صافي انا صافي ساليت مبقاش كيهمني هاد الشي كامل واشاد الشي كيخرج من جريبة ولا حيت كان عيوم اللعصة ولا ما كيبقاش عندنا مشكل ولا ما بقى عندك ما تخسر ولا ما كتهمكش ليماج ولا ماشي تقفتك هادي ولا الشهرة ما كانت هي الهدف ديالك ولا شنو هو التخسير المنطيقي انا ما عنديش ايماج انا اصلا الاخرش في زنقاتي عيطوا لي يوسف هشام موراد اوفيسي عزيزي الطيب ما منصور ينكزيس باوفيت انتظروا لي القليل تي عايت لي منصور ولا تي عايت بسمية ديال الشخصية اللي عجبتهم هما كل يعجبوا القبيح كل يعجبوا الدريف كل يعجبوا القتال كل يعجبوا الشفار كل يعجبوا البوليسي كل يعجبوا وكل واحد حر ستبقى اضواق انا ممكنش يندخل فيها وكل واحد يقول وينتقد كيف ما بغى مكينش المشكل علش ماديش نقول الصراحة علش انا كفنان نبغي نزيل ليكم رأسي ونقول ليكم لا انا الحمدلله كنت ديما 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 دكشي لا ما في ياشا دكش انطلقا من هذا النقاش كله من هذا الشيء الذي تكلمنا عليه علش الشهرة في المجتمع المغربي كتكون ضربة فيها من الحياة الخاصة ديال الفرد لانا ربما اليوم كيف ما قلتين ناس الشارع كي عارثوك بشخصيات اللي ينتمتلتهم كيتكلموا معك بشخصيات اللي ينتمتلتهم ويببما اكتر شخصيات اللي اعطات شهرة لمنصور هي شخصيات ديال عزيزي الطيب ولكن على المستوى الشخصي ربما رسالة الناس اللي يقلبوا على الشهرة بطريقتين او باخرى سواء في التمثيل او لفون اخرى او لا احتفاد العالم الافتراضي اللي ولا خالق شهرات يمكن يكونوا فارغين يمكن يكونوا عامرين كيبقى الاختيار ديال كل فرد ماذا تأخذ عند الانسان؟ هذه ضريبة الشهراء وهذه الشهراء اصلا في حدتها هي شهراء مزيفة ده بات يقولك على النجمة هي ضرلك على النجومية ويضرلك على الشهراء وانا كنظم يعني كنظم الفنان في المغرب مازال بعيد كل البعد على هاد المنظومة يدي يعني ما حدا با مثلا فنان با يعني بهذا الاهمية بهذا المقياس ديال مثلا الفنانين اللي معروفين كلهم وذلك شي را نيكت هنروع للشهراء والنجومية متنان كن هنضروب حذب على ممتيل مصري عنده واحد نيفو دفي عنده ديزاجون عنده يعني باش تواصل معه صعيب كين ناس خوراك تتنظم لي المسائل ديالو كين هدا يلا قلتي كين الدريبة الشهراء ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لا من ناحية الإعلام لا من ناحية الجمهور لا من ناحية وما قطرتش وما استطعتش وما عرفتش نواكب ونتواصل ونجاوب الناس كلهم اللي رسلوني وكان بغين أشكرهم على الرسائيل هذتي يديد على اهتمامهم والحب ديالهم ولكن أنا في نفس الوقت كان أعتادر لأنني ما عرفتش نتعامل مع هذا السيطواتي حيث هجمت عليها داخل البيت ديالي اللي هو كان عندي بحل حور ما ذاك البيت أنا عمرش واحد ما تعرف من كان دخول كان صد علي الباب ما عمرش واحد تعرف نيشو تندير دابا هاتش دابا دخل عندي الدار وانا دابا ما ما زال كان كان حاول نسوع باشنو طاري بالطب والله يوفقني شعنقول لك ما ما يوفقني فهذا المسيرة الجديدة اللهم امين هنقول منصور نام عزيزي الطيب كشخص شنية الرسالة المباشرة اللي تقدر توجهها الشاب اللي تقدر توجهها يعني رسالة من القلب اللي انت واحد له ميساج انت لقى من تربية من تجريبة من اشنو دازع ليك من اشنو عشتي اللي تبغيت وجهها الناس اللي كيتابعونا اولا نشكرهم جزيل الشكر على التتبع ديالهم والاهتمام ديالهم نقدرنا نانسيستي على جوجل الحويج اللي هما مهمين بالنسبة ليه انهم يستفدون من الرسائل اللي دازد في مسلسل بنات العساس لانا كنا رسائل نبيلة اولا في التعامل مع الاقارب انتون مع شirtschaft اني راح ماشي ماشي الاموال ماشي ماشي الجه اللي تي اللي تي habits اللي تي teol encima حبوها الناس اللهって تقلب العساس لاني انسان طيب تمنى حتيزي طيب يكون جادي خلال المغاربة يعودون اللي تعرفوا النظر في تعامل ديالهم مع عضيتهم نحاولوا ننشر واحد شوية للحب بناتنا البلد دي لنا محتاجة للحب لأنه أكيد نتزبغي البلد دي لك كتتعامل مع الناس دي لها مزيان ما كتسرقش البلد دي لك كتخدم البلد دي لك إذا قدرنا غير شوية الحب في هذه البلاد هذي قدرون ندير واحد القفزة نوعية كبيرة بزاف على مستوى الحياة على مستوى المعيشة على مستوى الاجتماعي على مستوى اقتصادي حب سير أنا بالنسبة لي سير زعمال يخلي المغرب يتحول هو الحب ومسألة الثانية أنا كتضرني شخصيا وأنا منهم في أخوتي المغاربة هو عدم احترام قانون السير مسألة لي كتضرني أنا شخصيا وكان يعني حب هذا ما نكرش ما نخرش مش ما نشوفش هذه المشاهد أنه ضوحمر ما كيتحتار مش ستوب ما كيتحتار مش كيدوزوا من هنا ويدوبلوا من هنا ويقطعوا يعني فوضاء يعني الإنسان إنسان تحتار من قانون ولي ما تحتار من قانون را را ماشي إنسان أنا أقول لكم كل واحد يبدأ ما كي مشكلة تبارك الله عليك شكرا جزيلا لك الفنان منصور بدري على حضوركم هنا وإلى هذه السعادة صدريك على صراحتك تبارك الله عليك مشكور جزيلا شكو كنا شرفتيني في البرنامج لأخذتك إن شاء الله نطلقوا في عمل يكون أكتر واقع من بنات الإستاس وأكتر واقع من عزيزي الطيب إن شاء الله بإذن الله تاينة ما كانش نطلقوا ومشي مشكلة مرحبا مشاهدينا كان لقاء شيق وممتع بطبع الحال مع الفنان منصور بدري اللي معاه أصلتنا الضوء على بعض الإشارات الإجتماعية اللي كنتمنى أنه فعلا نراجع فيها حساباتنا في علاقتنا مع بعدياتنا مي كان قول أو مين قال يعني فنان منصور مزيد من الحب معناه أنه مزيد من أنه ننفيذ النية في بعدياتنا بوحدة تقلية إيجابية نبغيوا بعدياتنا نعاونوا بعدياتنا دير الخير ورميه ما تسناش المقابل وربما هادشي اللي شفناه في الشخصية عمرو ما تسنى المقابل بقدر ما هو كان كيعطي فبالتالي من اللي جينا فرصة أننا نعاونه اللي ما عاونش من القيل ما غي عاونش من الكثير اللي قريب واللي بعيد نحن على هادا اللي قريب ونحن على هادا اللي بعيد عائلتي حبابي صحابي اللي قرب لي عوض منقوا نقلبوا كيفاش نضمروا بعدياتنا نقلبوا كيفاش نبنيوا بعدياتنا من بعدياتنا لأنه مين كتعاون واحدة أخر باش يزيد القدم حسنا ترى كاتبني فيك شي حاجة اللي إيجابية شكرا لكم عواشركم بروكا كنبغي نشكر ليوما اسماعيل كحلاوي وكرمنا يتصرف كنا في الإخراج دمسون فرعاية الله كنضرب لكم موعد الأسبوع المقبل بإذن الله تصبحون على خير والواقع هو هادا اشتركوا في القناة